او ريلمي سي خمسة وخمسين ايه افضل موبايل في حدود سبعة تلاف جنيه متكامل من جميع النواحي. لو سمحت يا رخص موبايل في مصر بيقدم تسعين فرين بوب جي. ايه افضل سامسونج اي خمسة وعشرين ولا ام مرمعة وتلاتين. دول مجرد سؤالين من مجموعة اسئلة هجوبوا معك خلال الفيديو ده. قبل ما قولك ايه حاجة اكيد ما تساش لايكك سبسكرايبك الراية واتفع على الجرس ان يوصلك منا دايما كل جديد. ولو عندك ايه سؤال ك العادة لحت الفيديو في كومنت واسم سؤالك لاني دايما باخد الاسئلة من على كل فيديوهات الاسئلة. زوق معانا عربنا على الميت الف. اتمنى ان احنا نوصها للميت الف قريب لان انا تعبت اوي. اما دلوقتي خلان نخلش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قرارات امكي ريفيوز. وخلنا نبدأ كالعادة مع اول سؤال. او ريلمي سي خمسة وخمسين. مفيش مقارنة. انا اختار ريلمي طبعا ريلمي بيقدم شاشة محترمة عن ريلمي سي خمسة وخمسين. بيقدم معالج افضل تجربة كاميرات افضل. ولكن في ظل الظروف السوق المسرح علينا اللي اتنين سعره مبالغ فيه. لده نافع. ولده نافع اقول لك انه بيقدم كمه مقابل سعر. اقول لك روحات السامسونج اما 34. الموبال ده صدقني بيقدم قيمة اعلى بكتير مقبل السعر. ممكن رأيك ضروري مبال محترم بس على حسب سعره. اسوأ حاجة في الموبال انه بيجي بسماعات مولو. اما غير كده الموبال بيقدم توريفة كويسة جدا. لو هنقرنه بالموبالات الجديدة الغريبة اللي بنشوفها دلوقتي. انا اشتريت موبال تيكنو كامون توين برو. 140 دولار معالج جي 99. ولد تيكنو مؤخرا محترمة وانا بحبها الصراحة. انت اشتريت الن نسخة الفور جي في نسخة فايف جي منه ولكن هتكون اعلى من كده شوية. بس هو موبال محترم يزل النسخة حتى الفور جي كويسة بتقدم كونها حلوة جدا مقابل سعره. لو سمحت يا رخص موبال في مصر بيقدم تسعين فرين باب جي. اعليكو عالبكو في فايف بقى. بس سعره كام دلوقتي الله عالم. ما فيش حاجة اسمها رخص موبال يقدم تسعين فرين في مصر لانه ما فيش حاجة ركيصة في مصر بصراحة. الفرق بالريدمي نوت سيرتين وتليفون سان سنجي اربعة وتلاتين لو بتتكلم عن نوت سيرتين العادي فالفرق كبير. اما لو بتتكلم عن نوت سيرتين برو فايف جي انا ممكن اقول لك لا الفرق مش كبير. وياكد يكون الريدمي نوت سيرتين برو فايف جي اعلى في المواصفات من الايه اربعة وتلاتين. ولكن الاربعة وتلاتين موبال محترم انا جربته واعتمد عليه. شاومي مش عارف بقى مع لايبرو اس والكلام الكتير اللي بيحصل وتسعيراتها اللي غير منطقية هنوصل معها الايه. فخلانا ننتظر ونستنى ما نشوف تسعير ش بس وهل تنصحنا جيبه? بص لو انت هتجيبه من بره ماشي. هو حلو. ولكن لو هتستنى في مصر رأي ما تستناش لان شاومي اسعارها مبالغ فيها. كم سعر الريلمي ونسخة تمانية مية تمانية وعشرين? ومع انتش بشوفه قدامي واخر مرة شفت النسخة الميتين ستة وخمسين وكانت عامنا تلاتاشر الف وخمسمية رقم مبالغ في جدا. وبتوصل لاربعتاشر الف ساعات. السلام عليكم مشتري جديد بوكو اكس سيكس برو افضل ولا شاومي تلاتاشر تي ده مبال في لكشب كيلر اللي شاومي سيرتين تي بوكو اكس سيكس برو على التسريبات اللي بتتقالي انه يكون سعره اقل بكتير فهو هيكون بيقدم قيمة اعلى مقابل السعر ولكن خلنانا ننتظر وين شو. على جبت سامسونج ايه رأيك فيه هو قيمة مقابل سعر على حسب انت جيبته بكامل لان المبال سعره متخبط في السوق بشكل كبير فحاول تكتمل تحت في الكومنت انت جيبته بكامل. لو جبته اقل من تسعة فهو حلو. اعلى من تسعة فهو ط اقلنا لانه موبال سيء جدا. للم اليفن فور جي ولا موبال محترم لكن فايف جي? لأ طبعا انا اختار للانفينيكس ومن غير اصلا مفكر اقرنهم مع بعض. لو اشتري سامسونج ايه اربعة وخمسين من الكويت. السعر. هيكون سعره حلو. مقبول. بما يعادل بالمصر يعني في الكويت يعمل له احداشر اتناشر. هيكون قلب كتير من السوق المصر حاليا او ممكن يوصل لعشرة كمال. الافضل سامسونج ايه خمسة وعشرين ولا اما ارمع وتلاتين. قلت الموض ونفس كل حاجة. بل الام اربعة وتلاتين بيحمل بطارية اكبر ست تلاف ملي امبير. بس هل ال اي خمسة وعشرين هينزل ارخص بالام اربعة وتلاتين فبالتالي هنصح به. ولا هل هينزل في سعره او اغلى منه فبالتالي هنصح بالام اربعة وتلاتين. بس انا بقول لك زي المسل اللي بقول عصفورين في اليد ولا مية عالش دراء. ام اربعة وتلاتين موجود دلوقتي بتسعة تلاف جنيه. سامسونج ايه خمسة وعشرين في علم الغيب ممكن ينزل اغلى ممكن ي ينزل ارخص محنش عارف حاجة لسه. لو سمحت اي رايك في تليفون ايفون سرتين برو ماكس من حيس الاداء والكاميرات. وهل بيقدم كواه قبل سعر? الموبايل احترم طمعا. ايفون ستين برو ماكس من ضمن الموبايلات من سلسلة الايفون اللي انا بحبها جدا لانه كان موبايل متكامل. يمكن بالنسبة لي احسن من الايفون فرتين برو ماكس. هل بيقدم كواه قبل سعر بقى? على حسب سعره دلوقتي. انا حاليا ما بشوفوش قدام. فلو قدامك مستعمل قل لي سعره عامل كام? انا تليفوني بوكو ايف سري. بس الحدي دلوقتي ما ننزلتش واجهة شاومي هايبر او اس. مع العلم ان التليفون نسكة عالمية. اتمنى من حضرتك تفيدني. بالنسبة كبيرة مش هتنزل لك نسكة هايبر او اس. هتنزل للموبايلات الحديثة شوية مؤخرا. سلسلة الايف سري والاكس سري والحاجات دي ما اعتقدش انها توصلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويوم افضل او برو بلاس. مستنى من حضرتك الرضي. كل مهمة الاتنين في نفس الس خاص هقول لك روح له. ريدمي نوت سرتين ولا سامسونج اربعة وثلاثين? ما لسه ما سقول لنفس السؤال وبقول لنفس الفكرة. ريدمي نوت سرتين العادي لا طبعا سامسونج ايه اربعة وثلاثين. بس هو على حسب السعر. لسه ريدمي نوت سرتين ما تصعرش رسمي. وسامسونج ايه اربعة وثلاثين سعره ما يبلغ فيه. فدلوقتي هو الام اربعة وثلاثين. اللي انصحت بشراك. السلام عليكم استاذ محمد حضرتك انا معي شاحن اساسي من اوبو تلاتة وتلاتين وطن. ي وينفع. بس بناس. لان الشاحن سرعته اعلى من اللي سامسونج بيستقبله. سامسونج اخره خمسة وعشرين واط. فممكن تشوف حاجة اتنين وعشر ونوف واط. خمسة وعشر واط. حاجة تكون اقل او يساوي خمسة وعشر. لكن تلاتة وتلاتين على المادة الطويلة هيقصر معك. ايه افضل هاتف بتوليفة شاشة وسماعات وادقة تحت عشر تلاف جنيه? اما اربعة وتلاتين احسن صفقة. وعن تجربة تحت عشر تلاف جنيه. ورائي انا لو هفتر موبال شخ بسي مش هختار ديره حاليا. رأيك في الريد مي نوت سرتين برو. لو الفور جي رأيي انه لا يعني. ومش قد كده مفيش تطور كبير. لكن لو الفاين جي حلو. بس مكان. انا مش هادر اقول رأييه في حاجة لما اعرف بكامل اول. ايه افضل موبال في حدود سبعة تلاف جنيه متكامل من جميع النواحي. فات سبعة تلاف جنيه دلوقت بقت صعبة قوي. يعني ممكن لو هنقول. يعني اقول لك انزل لفات ستة وقت الاوب و اي تمانية وتلاتين. يعني ده صفقة حلوة. ب بس فات سبعة دلوقت كل الموبالات اللي كانت فات سبعة لطة لفو اي سي خمسة وفمسين وعكذا. فمش لها حاجة عادلة ممكن اقول لك عليها. ممكن تطلع لفات التمانية ستمية تمانية سبعمية ونجيب الريلم اين برو او توصل لتسعة ونجيب الامر معة وتلاتين. او تنزل لستة ونجيب ال اوبو اي تمانية وتلاتين. بموبالات مضمونة انا اضمنها لك. رأيك في اوبو فاين دي اكس سيكس برو. موبال قوي واهم ما يبايزه يا تجربة الكاميرات الخ خرافية. ان خرافية جدا ببعلا كلمة وخصوصا صور ممتازة. بس اول الاسف ما نزلش عالميا هو كل نزوله كان في الصين. اخر سؤال معنا في الفيديو. رأيك في متوريلا جي اربعة وخمسين الفايف جي. موبال حلم. بس انا مقطع متوريلا. لان متوريلا شركة بتدعم الكيان. بالنسبة لي متوريلا اوت. بحد ما اه يتوفر اصبار او اي حاجة بتقول ان متوريلا ما بتدعمش هذا الكيان اللي الا بصراحة يعني مدع ان هو ربنا يخلصنا منهم على خير. وبس سكت. وبكده نكون وصلنا لدي الفيديو. ومدام جبنا السيرة دي ما تنساش نلعي لاخوتك في فلسطين. ان ربنا ننصرهم ويتخلصوا من هذا الوباء اللي حل عليهم من سنين السنين. وطبعا كالعادة انت لازم تتزرد فيديو جديد وسلام.